اشتركوا في القناة اكدا بان هذه الذكرى الوطنية المجيدة مرآة صادقة عكست رؤية جلالته الحكيمة لنهضة المملكة وتقدمها كما اثبتت تلاحم الشعب البحريني ووحدته بكافة اطيافه وطوائفه مما احدث نقلة نوعية في مسيرة العمل الوطني سائلا المولى عز وجل ان يعيد على جلالته حفظه الله ورعاه هذه المناسبة الوطنية العزيزة وامثالها بمزيد من الخير والبركات وعلى مملكة البحرين بالمزيد من التقدم والازدهار والنماء والرخاء في ظل قيادة جلالته الحكيمة وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدة حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية الى معالي رئيس مجلس الشورى عبر فيها جلالته عن بالغ سروره بثلقي برقية التهنئة بمناسبة الذكرى العشرين على اقرار مثاق العمل الوطني مستحضرا جلالته ويده الله الدور الهام الذي يقوم به رئيس مجلس الشورى مع اعضاء المجلس التشريعي في مجلسي الشورى والنواب وانه مدعاة للفخر والتطلع الى مستقبل واعد لهذه المملكة الغالية